الطب البديل أو المكمل هو أسلوب علاج يختلف عن الطب العديث والتقليدي، ومن أمثلة ذلك الطب الصيني التقليدي، طب الأعجاب، التأمل، التنويم المغناطيسي، وطب الطاقة، ورغم الفوائد الكثيرة لهذه العلاجات كتقليل التأثيرات الجانبية للأمراض وغيرها، لكن ماذا سيحدث إذا لم يتم تثقيف المريض عنها؟ أبو طارق، عمره 65 سنة، عجوز سمين ويدخن، الطبيب عبدالله، استشاري أمراض قلب السلام عليكم ورحمة الله يا ولدي، وعليكم السلام يا دكتور، أنا حاسس بضيقة بصدري، وألم طبيعي، وحاسس بغثيان طيب يا عمي، قوم معاي، نسوي التحليل بعد ساعة من الزمن يا عمي، اكتشفنا أنه عندك جلطة في القلب، لازم تأخذ الأدوية اللي حوصف لك إياها من الصيدلية وتستمر عليها يعني بس أستمر على الأدوية، ما في حاجة ثانية أنتبه عليها أيوة يا عمي، ما في شي تاني، وما قدامك إلا العافية سلامات يا بو طارق، سمعنا أنك كنت في المستشفى قبل يومين أيوة والله بعيد الشر عنك طلع عندي مشكلة في القلب، لو تشوف كمية الأدوية اللي أعطوني هي الله لا يوريك والله يا شيخ، سيبك منهم واسمع كلامي، خد لك كل يوم زنجبيل وتسير زي الحصان فكرة، ليش ما أخذ زنجبيل مع الأدوية عشان أقوي مناعتي؟ والطبي ما حضرني من أكل معين، خليني أخذ زنجبيل وأسبرين وأحسن الاستفادة يوم طارق، أباكي كل يوم تحطيلي زنجبيل مع الشاه الأخضر ومع الأكل كمال، يقوله مرة مفيد اشتركوا في القلب على الأدوية، ما في حاجة ثانية أنتبه عليها؟ يا عمي إذا سمعت أحد ينصحك بحاجة زي الأعشاب أو أكل معينة، استشيرني، حسمع لك في أي وقت، زي الزنجبيل أو الثوم، حيسبب لك سيولة في الدم إذا أخذتها مع الأدوية اللي وصفت لك هيه، حيصير عندك نزيف داخلي لا سمح الله، فانتبه الله يرضى عليك، وما قدامك إلا العافية دكتور العزيز، لا تتردد في نصح المرضى وتثكيفهم عن الطب البديل، وإخبارهم عن طرق الاستفادة والحذر من دمج الطب البديل بالطب الحديث، وتذكر دائما، الوقاية خير من علاج